إبراهيم ابننا اللي فيه خلاص بيقولها داخل أمتحانات السنوية العامة إن شاء الله يا إبراهيم موفق أنت وكل زميلك وإن شاء الله ربنا ييسر هذه الأيام ويسر عليكم المذاكرة ويفتح لكم ويلهمكم الصواب جميعا وأنا دعيت لك ودعيت للجميع والجميع ندعي البعض ربنا إن شاء الله يسر على أولادنا الحال عايزة بس يا إبراهيم أقول لك على حاجة عشان أنا حسيت إنك متوتر جامد أنا عايزاك تهدى الإنسان بيقدم عليه من الواجبات المطلوبة منه يجتهد ويذاكر ويجد قدر المستطاع لازم ياخد بكل الوسائل المتاحة ليه قدر المستطاع وحقول لك بعض النصائح البسيطة قبل بس ما أقول بعض هذه النصائح هرجع لفوائد الصلاة اللي أنت كنت بتسأل عليها تركمت عليك لفترة من الزمن هتبتدي تقضي هذه الفوائد من الصلاة أستغفر وأتوب لازم لأن أنا أصرت فتني فوات الفرد وأداء الفرد على وقت لأن فرد الصلاة له وقت من الزمن إذا فاته لا يسقط عن الإنسان لكن خالف الإنسان إنه ما صلاش في الزمن المخصوص لوقت الصلاة يبقى أنا فتني هذا الأمر لكن ما يفوتنيش بقى قضاء هذه الصلاة كمية كبيرة وأنا مش فاكر ومش عارف قد إيه أي وقت من ليل أو نهار أنا أصلي أقضي هذه الصلاوات أصلي مع كل صلاة صلاة دي طريقة بعد زي ما قلت لك مبارح بعد صلاة العشاء في أي وقت أنت فاضي فيه أبتدي أصلي من اللي علي إلى أن يرتاح القلب ويطمئن أن أنا قديت قضاء أو قضية الصلاوات التي فاتني أداءها في وقتها إما يعني أني أنا نستها أو إما كانت تكاسلا في كل وقت وفي كل بسبب أي ظرف علي قضاء هذه الصلاوات وإنت بتصلي مش لازم عشان تعجل تقوم بقضاء الدين أقرأ الفتحة أكتفي بتسبيحة واحدة بحيث إيقاع الصلاوات معي يكون سريع بس بأدي الصلاة بتؤده أقصد الإيقاع السريع أنك ما تاخدش وقت فما تملش لأنه دا دين عليك أنت بتسده بدل ما هقرأ صورة الفاتحة وبعض من آيات القرآن أو بعض من صور القرآن حقرأ الفاتحة فقط دي نصيحة إنشئت لأ أنت عايز تمشي بطريقتك بالطريقة المعتاد تقرأ الفاتحة وتزيد على الأركان بالسنن كما تشاء لكن أنا ببديك برضو الوسائل الأخرى اللي تعينك على إتمام الإقضاء الصلاوات التي فاتك أداءها في وقتها أصلي بالفتحة أصلي بتسبيحة واحدة في الركوع وتسبيحة واحدة في السجود وإحنا الأقل تسبيحة ثلاثة خمسة كما نشاء هي من الأمور الإنسان يختار فيها فإحنا الغالب بتاعنا الوسط وهو الثلاث تسبيحات في الركوع أو الثلاث تسبيحات في السجود دا عشان تحاول تصلي أكبر قدر من الصلاوات اللي فاتتك تقضي أكبر قدر من الصلاوات اللي فاتك أداءها يا إبراهيم هل دا بيأثر تقصيري في الصلاة على سائر الأعمال أنت بس الإنسان في الفترة دي بيبقى قطع الصلاة بالله دا مش جميل طبعا الإنسان لابد أن يكون منصولا بالله لأن الذي يود الإنسان بمدد الفهم وبمدد العلم هو الله سبحانه وتعالى لكن لا تقلق إنها تؤثر على السنوية وعلى لا ما تحطش ده في بالك خلاص أنت عزمت من الآن إنك بتصلي لإني لازم أصلي دا أقل شيء الإنسان يقوم به وهو مفترضه الله سبحانه وتعالى عليه مش عشان سنوية عامة ومش عشان امتحانات ومش عشان مذاكرة لا لإن صلاحك فيها وساعدتك في الدنيا وفي الآخرة مبني على القيام بما أمرك الله سبحانه وتعالى به حط المعاني الحلوة دي في قلبك عشان استقبالك للحياة هيختلف كتير قبل ما تبتدي تصلي أتوضى وضوءا جيدا وبعدين أصلي ركعتين وأسأل الله سبحانه وتعالى تيسير والتسهيل والفتح علي في المذكرة وفي الامتحان أي شيء يقف معاك كتر من الصلاة على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كتر من الاستغفار كتر من لا حول ولا قوة إلا بالله ودايما دي أورادك لازم لي قدر من القرآن يوميا أنا أقرأه عندي امتحان ما عنديش امتحان دا المفترض حياة المؤمنين حياة الموصولين بمدد وعطاء رب العالمين الإنسان ما يحرمش نفسه من الأنوار والبركات ودي لتتأتى من إنسان غافل عنه فإحنا عايزين دايما يا إبراهيم والكل ولدنا وللناس أجمعين إن إحنا نكون موصولين بالمدد والعطاء الإلهي على الدوام دي رسائل سريع عليك والزميلك وإن شاء الله موفقين وعام كله فتح وتيسير على الجميع